السلام عليكم حباري بقلبي شلونكم أخباركم إن شاء الله تكونوا زنين وبأحسن حال وفيديو اليوم أو وصفتنا لليوم هي العروق العروق هي أكلة مشهورة كلش بمدينة الموصل وهي خاصة بس بمدينة الموصل تتسوى بالعزايم بالأفراح بالمناسبات بالأعياد يعني بكل الجماعات الحلوة تتسوى لازم تكون موجودة هي تشبه الكبة نوعا ما بس بها اختلافات بسيطة رح تشوفوها اليوم وطعمها كلش لذيذ أنصحكم تجربوها بعد ما تشوفو فيديونا وهاي الأكلة هي أكلة وراثية خاصة بس بمدينة الموصل اليوم رح نأخذكم بيانا ونشوفكم طريقة العمل هنا عدنا جريش أو برغل ناعم أربع أكواب مثل ما تشوفون أربع أكواب برغل ناعم أو جريش ناعم نخلها بالصينية وبعدها نخلي فوقها الملح ونخلي الخميرة الخميرة هي عنصر اختياري بس أنطحكم تخلوها لأنها تخفف شوية من دراكة العجينة تنطيها شوية تخففها وطراوة لهذا احنا استخدمنا اليوم خميرة حوالي 10-11 غرام من الخميرة هنا مثل ما تشوفون بعد ما اضيفت الملح والخميرة بديت أخلطها وهنا أنا بديت أضيف المي طبعا المي حسب الاحتياج اضيفه شوية شوية حتى لا بعدين تخرب بي تكون العجينة اضيفه شوية شوية مي وبعدين ابدو قلبه الحد ما توصل مثل ما تشوفون هذا القوام وبعدين راح أبدي هسا أغلفها بالنايلون وأخليها ترتاح 10-15 دقيقة وأرجع لها نحن نبدي بالحشوة عندي أربع بصلايات راح أقشرهم وأقطعهم ترجون تقطعوها بيدكم أو ترجون تقطعوها باستخدام الثررامة اليدوية أو الكهربائية مثل ما انتم تحبون أنا اليوم حبيت أقطعها بالثررامة اليدوية لأن البصر كان حاد فماردت عيوني الدمع عليه هنا مثل ما تشوفون بعد ما قطعت البصر راح أبدي أقطع الدهن الخروف لازم يكون دهن خروف يعني سر الوصفة هو دهن الخروف راح يمطيها طعم مو طبيعي تقطعو بيدكم يعني لا تستخدموا مكينة حتى لا يروح الطعم مالته بيدكم قطع نعمة مثل ما تشوفون بهالطريقة راح أخليه بالجدر هذا للحشوة راح أقطع المعدنوس همينا للحشوة هنا نحن بمقادير الحشوة بصل البصل قسم الحشوة وقسم العجينة العجينة يدخل لها خضروات مثل ما راح تشوفون هنا عندي الطماطس استخدمت الطماطيتين وثنين طماطس حبتين طماطس وبدأت أقطعها مثل ما تشوفون لازم تشيرون القشر مالته حتى لا يطلع لكم بالحشوة يعني ويكون موحلو اللحم ماثروم عندي كيلو واحد للحشوة اللحم يتخلى بس بالحشوة ما يتخلى بالعجينة هنا راح أضيف ملح فلفل أسود ومعجون هم يعني استخدمت معجون حار واستخدمت معجون طماطم تقدرون تتخلون عن المعجون الحار إذا انتم ما تحبون الحدادية هنا راح أضيف نصف كمية الدهن الخروف ورح أبدأ أقلبها بالطريقة تشوفوها رجعنا هسا للعجينة مالتنا بعد ما ريحناها مثل ما تشوفوها صارت قاسية راح أبدأ أكسرها شوية بإيدي بعدين راح أبدأ أضيف الماء حتى ترجع تأخذ القوام اللي نريده ضفتت الها ماء ولحد موسط القوام هذا اللي ده تشوفو هنا راح أضيف طحين أو دقيق الطحين أو الدقيق يساعد العجينة على التماسك أكثر يعني يخليها عجينة متماسكة كما يخليها أنه تتكسر بالشوية لأنه راح أضيف لها خضروات فالماء متى الخضروات شوية ينتطراء أكثر العجينة فالطحين يلزمة أو الدقيق يلزمة هنا اضيفت الدهن متى الخروف مثل ما تشوفوني الجزء التشام وهنا راح أضيف دهن حر إذا أنتو ما تكون دهن حر أو أنتو ما تحبون يعني تكون الأكلة كلش ثقيلة تقدرون أنتو تخلون عنها والمعجومات الطماطعة مينخ ثياري أحنا ضفناها حتى ينطي يعني لون للعجينة يخليها لون حلو يعني وهنا بدايت أعجنها لحد موسط هذا القوام بالصينية مات هي أخلي زيت بعدها أبدأ أقطع العجينة أو أشنقها مثل ما يقولون أهل بغداد أقطعها بهالحجم مثل ما تشوفون كلها يعني حجم واحد رديت تسويه اليوم لا أحبت تسويها كبيرة حبت تسويها وسط هنا هذا حتى ندهم به الوجه مع تل عجينة أو مع تل الأكلة مالتنا زيت نباتي ومعجون طماطا وبيضة وأخفقها كثيرا لحد ما توصل هذا الشكل حتى أدهم به الوجه أحبت تسويه هنا نجيبوا النايلون نقصه بالنصف لا أعطي نالون على اللاقة نظيفة أغسلوا العلاقة ونشفوها بعدين تستخدموها أجيب العجينة ماتي أخليها و أسد فوقها النايلون وبعدها أبدأ أفجها أجيب القالب أنا استخدمت غطة مالجدر انتو تقدرون تستخدمون أي قالب انتو تحبوه احنا استخدمنا اليوم قالب غطة جدر هيتش مثل ماذا تشوفون كلها من نفس القياس سويناها طبعا حتى تطلع شكلها حلو مرتب اضفت الحشوة ماتي فوق العجينة لا تضيفون حشوة حتى لا بعدين ما يستوي أو يعني يطلع طعمها مو مستوي مو طيب فهي تشي تغطون فوقها تشدون فوقها وهنا رح أبدأ أدهنها بالخلطة قبل شوية مات الضماطا والبيض والزيت مثل من تشوفون هيتش بها الطريقة حتى ينطيها اللون حلو وهنا رح نصوي الشكل الثاني اللي هو شكل الكسماية أو شكل الهلال نفس الطريقة هيتش نفتحها وبعدين نخلي العجينة على جزء واحد أو على نص واحد والنص الثاني نقلبها على النص الأول مثل ماذا تشوفون بها الطريقة نقلبها الثاني نحضرها للشواء نخليها بالصينية نضيف عليها الخلطة نسويناها قبل شوية وننشويها على درجة حرارة 200 ثانية و أول شيء يظهر بعدين الوجه ضروري أول شيء يظهر قبل الوجه حتى لا تحترك بعدين الأكلة وبعد ما تطلعوا تستوي تدهنون وجهها بزبط حتى ينطيها طراوة ومثابث وهذه هي كانت وصفتنا لليوم إن شاء الله تكون أعجبتكم و إذا لم تشتركوا بقناتنا لا تنسوا تشتركونا وتفعلوا نجلس الإشعارات حتى تصلكم فيديوهاتنا ووصفاتنا الجديدة و إذا أكوا وصفة أو أكلب بعدكم تريدونا نسوي لكم إياها كتبونا بالتعليقات و رح نسوي لكم إياها إن شاء الله نشوفكم بعدين نشوفكم بالفيديو الجاي باي باي اشتركوا في القناة